السلام عليكم اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير واهلا بكم على قناتي اتمنى ان تكونوا تقضيان ووقت جميل جدا اه في هذا الفصل الفصل الصيف اه الفيديو اليوم ان شاء الله سوف يكون عبارة عن اه كروشي غلاف مصحف اه هذا هو شكله هذا المصحف هو خاص باختي فاحبت انه يكون لديه اه غلاف لحمايته بطبيعة لها ويكون سهل يعني بسرعة ان انا اشتغله قد انا انتوا فاشتغل بمربع الجراني سهل جدا ممتدئات اه خوز انكم تعملوا ايضا كمشروع بنسبة لممتدئات انهم يقومون او كهدية للافراد العائلة كل شخص ومصحفه لدي هنا اربعة اربعة عشر دور اشتغلت اربعة عشر دور في كل اللون اشتغلت دورين بنسبة لنوع الخيوط فانا اه اردتها لكم في بداية الفيديو خد اكريليك وخد اخر كان عندي تقريبا من مدة ستة نوات اما اللون البغيك او اللون اليجوري فكان عن دفاع اخذته من محل زمان اكريليك عادي جدا بالنسبة للابرة فانا لا اشتغل بابرة الكوشي من البلاستيك لانه فتحتها كبيرة جدا فسوف اشتغل بابرة اخرى وتكون يكون طرفها يعني غير اه محدد اما للميت وفاعتكم فامكانكم انكم تشغل بابرة عادية جدا يعني عادية جدا اه مهم تكون مناسبة لا تكون كبيرة حتى لا تترك فتحات كبيرة في اثناء الخياطة انا هنا وهذه الجهة الامامية وهذه الجهة الخلفية سوف اضع كأنني اصنع ضرف يعني ضرف اه بهذه الطريقة سوء اه يجب ان يكون يعني الاميدة مقابلة الاميدة بهذه الطريقة وسوف اخذ الطرف الاخر بهذا الشكل بنزل مربع كراني فانا عندي في القناة عندي اكثر من فيديو في القناة وانا موجودة على اليوتيوب فامكانكم انكم يعني اه يعني تلا تستفيدان منهم اه هنا اقمت بربطها حتى لا يعني لا تنفتح في كل مرة وسوف اقوم بخياطة عادية جدا بنسبة طريقة الخياطة انكم تأخذون ممكن انكم اه تأخذون الغرزة كاملتا او تأخذون فقط النصف الغرزة متما تلاحظون ممكن انكم تأخذون هنا الغرزة كاملتا سوف اترك بعض الخياطة اقوم باخفائه اثناء الخياطة اقوم بعمل عقدة حتى يكون عقدتين لكن ليس قوية لقد عقدتين بهذه الطريقة وصوف اقوم باخفائه اثناء الخياطة ايضا هنا سوف اريكم يعني امام كل عمود وعمود الاخر سوف يعني اقوم بالخياطة نسبة خياطة عادية جدا هنا اغضح لكم انني ممكن اخذ الجهة الخارجية من الغرزة الجهة الخارجية من الغرزة فقط اه انا اخذت اخذ الغرزة كاملتا فجأتني عفو المناسبة جدا سوف استمر بهذه الطريقة حتى رأس اه حتى الماركرز الوردي بعد ذلك سوف اترك الخياطة يعني لان اقصه وسوف اخيط الجهة اليمين اه اذا احببتم انكم لا تشتغلان لا تشتغلان بالخياطة وكأنكم تقومان باغرزة الحشو او المنزلقة حتى تقومان باقفال هذا الضرف يعني لكم مطلق الحرية سوف انا استمر بهذه الطريقة وسوف يعني هنا حركت حركت الكاميرا اه اسفة ساقوم اي مرة اخرى بتحركها بهذه الطريقة حتى تكون يعني يعني مناسبة للتصوير انا هنا انهيت بهذه الطريقة هذا هو شكلها طبيعة الحاسة وتقلبان الضرف اذا سمعتم اي ضجيش فانا هاتذر هي لا استطيع اقوله بسموتة لستعرف الاطفال اه انا هنا سوف اه اضع الخرزة او صدفة اه او ممكن انكم تعمل بوش الخاص بالحجاب انا بطبيعة الحال سوف اه اه بالنسبة الناس اغلب الناس فقد توفر لديهم الصدفة الصدفة احنا نسميها الصدفة لكن لا اعرف صراحة باللغة العربية هي صدفة المهم هادا وشكلها هاتم تعرفونها بطبيعة الحال اه لكن لونها غير صراحة غير منابس للقطعة لكن اه هذا اللون هو متوفر لدي لدي اللون ازرق ولدي الصدفة بورود فغير مناسبة صراحة اه انا اخدت هذا اللون اللون البريك او اللون اللون اليا جوري سوف اقوم بخياطتي حتى يكون يعني اه اكسر اللون الاخضر سوف اقوم بخيط على شكل اكس واحاول انني اه اعمق في في الاعمدة يعني في الاعمدة اه احاول ان اخيط فيها يعني حتى لا اخيط في الفراغ يعني في الفراغ السلسلاتين اه بهذه الطريقة سوف اصمر حتى اتاكد اتاكد ان الصدفة لدي اه يعني تابتة واقوم بقص الخيط في الخلف اقوم بربطه بخيط البداية واقص الباقي انا هنا اقوم بازرة الصدفة قد حتى لتسمع ضجاج الاطفال اه ساقوم بعمل هكذا عقد حتى وتوبيت جيدا اه اه الصدفة واقوم باقص الباقي بمقص المطبخ وهذا هو شكلها اه سهل حا سهلة جدا بالسبب طبيعة الحال يعني الحجم المربع يعني حسب حجم المصحف اه انا هنا اقوم بكروشي المربع في كل يعني في كل مستوى اقوم بقياسه مع المصحف اذا اذا هو مناسب او لا وانا عملت المربع بعض الشيء كبير حتى يعني ممكن تضع اختي في التسبيح الكهن. مثل موقع انا عملت بعض الشيء كبير حتى يضع فيها ايضا التسبيح الكهربائي. اه من الكهربائي يعني الكهربائي عارفوني. ليس الكهربائي من الكهربائي. فهذا هو شكل نهيئة اتمنى ان شاء الله ان يكون اه الفيديو او الفكر الناس اعجابكم انكم وان تكون سهلة بالنسبة لممتدئات وطبيعة الحال انا اعتكد ان فقط عن الممتدئات اذا احبب ان يقوم بعمل غلاف للمصحف يكون سهل وسريع في نفس الوقت. يعني في اشكال كثيرة ايضا وضعت اه عملت اشكال اخرى على القناة. اه نتقي ان شاء الله فيديو اخي ابن الله تعالى دمتم بخيه مع السلامة.